ومن بعض بالمناسبة يوسف أسامة نبيه وحسامة عبد المجيد اللي اتنين أشار لهم الجميع باعتبارهم ان هم أسروا سواء حسام في انه أخطأ في الكرة أو يوسف في انه أهدر انفراضا كان ممكن يخلص المباراة بنتيجة 3 واحد لدقايق قليلة من إدراك التعادل فكان فيه أكتر من لعب جوه الفرقة على مستوى الكبار لامه يوسف أسامة نبيه ولامه حسامة عبد المجيد وانه الأخطاء اللي زي دي بتضيع مجهود الفريق بأكمله لكن الزمالك نفسه بقى كإدارة وجهه تهديدا ليوسف أسامة نبيه بعيدة عن ماتش مبارح وهي قصة انه هم شايفين انه بيقول بيتواصل على مستوى الأخبار وانه قصة انه مشاركش في جزء من التدريبات أو مشاركش في التشكيلة التأسيمة بتاعة أسوريو فقدولوا انه يعني لازم يبقى فيه تعاون مع الفريق وانه يكون فيه تركيز هو يوسف عنده مشاكل على مستوى عدم التجديد معاه ومتدايق ان الوقت بيعدي ولسه ما فيش تفاوض وطبعا فيه كلامة على بيرامدز وقنا لكم الوضع ده من زمان من 3 شهور أو شهرين ونص تقريبا وهو شايف انه لا خلاص يبدأ يحول تركيزه فهو كمان مشتت وازمالك عايزه يجدد بس ضامن ان اللعب مكمل فده عامل شوية كده ايه توتر توتر فيه العلاقة طيب وطبعا طبعا رحيل كابتن قسامة نبيه عن الفريق عامل شوية كده تساؤلات يعني هل هو كده مش عايز يكمل هل هو كده كابتن قسامة نبيه مدايق هو كمان فممكن يخليه يمشي عامل تساؤلات انا بقول بشوف انه مش حاجة اساسية لكن هي طبعا تساؤل ممكن يكون منطقي بشكل او باخر يعني طيب ماذا عن الاصابات اكيد بتسأله على قصة تازيزو وعلى قصة مصطفى شربي وعن باقي الاصابات مبدئيا كده بتواصلنا مع الجهاز الفني والطبي داخل نادي الزمالك فزيزو اصابته مش قوية هي عبارة عن التواء في الكاحل هيغيب عنه 3 اربع تيام عن التدريبات ويعود يعني صدق او لا تصدق ممكن يلحق مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ممكن لكن الاكيد ده حسب التأكيدات انه يلحق عادي مباراة السوبر اللي بالنسبة للزمالك هي المهمة ماذا عن الحالات عموما زيزو التواء في الكاحل هيغيب عن التدريبات الجمعية ثلاثة ايام مصطفى شلبي شد في العضل الضم يغيب عن التدريبات الجمعية عشرة ايام عمر السيسي اصابة بجزع في اربطة الركبة ويبدأ برنامجا تأهليا جديدا بداية من مران الاربعاء بالمناسبة على مستوى لعيبة الزمالك محمد صبحي قال المسؤولين في الزمالك انا ضحيت كتير عشان الزمالك وانا عايز اكمل والكلام على قصة الاهلي ده امر غير صحيح لان فيه كلام انه عقده يخلص طبعا السنة الجاية ففيه كلام انه ممكن يبقى الاهلي بيكلمه فقال انا بس كل ما انتظره هو تنبيد الوعد ايه هو الوعد ان يتم تعديل عقده مع نادي الزمالك هو كانت وعد بدأ اول ما رجع من فرقه يعني في مرحلة الاقناع فرقه اشتركوا في القناة